محمود تريزيجيه يا حكايته محمود تريزيجيه طبعا يعني انا اعتقد انه تريزيجيه حتى ولو هيمشي من النادي بتاعه ما اعتقدش انه هيرجع النادي الاهلي دلوقتي وهضرب مثال برمضان صبحي انا قلت انه رمضان صبحي اخطأ في الخطوة خطوة رحيله من الاهلي لبيراميدز احنا قاق في عصر الاحتراف وكل حاجة لكن منطقيا انت كلاعب وسن صغير بتدور على انك تعمل افضل مستقبل بالنسبة لك في كرة القدم وافضل ارقام وافضل مشوار وافضل مسيرة حاجة من اتنين يكون تتكمل مع النادي الاهلي ومن الاهلي تطلع تحترف مرة تانية في خطوة اهم او كنت ترجع النادي بتاعك في دورة الانجليزي او حتى في الدرجة التانية في انجلترا وتحاول ان انت تسوق نفسك برا في اوروبا لكن خطوة بيراميدز انا كنت شايفها اكبر خطأ حصل في مسيرة لاعب تريزجي ميرجعش تريزجي مش هيرجع مصر دلوقتي اقول لك رض قطف الصدين الاهلي اتكلم مع تريزجي اكتر ما مرة وبيحاول مع تريزجي لكن تريزي جي مش راجع مصر خالص تريزي جي مكمل زي ما هو ومبسوط وبيحاول أنه هو ياخد فرصة في نادي أكبر بيحاول أنه هو يرجع تاني الدور الإنجليزي مش عايز يعني يكمل هو في تركيا حابب أنه هو يرجع تاني كان موجود ليه تجربة مع أسنون فيلا فحابب أنه هو يرجع تاني الدور الإنجليزي الأهل بيحاول يضغط على تريزي جي بيكلمه تريزي جي لكن تريزيجيه لحد ما بتتكلم دلوقتي تريزيجيه مكمل في احترافه ومصر ان هو يخود تجربة الاحتراف لاخر محطة ممكن معلوماتي اللي كنت ريسة اولا انت خلصتها بالوقت علي يعني اجود يعني هو فعلا النادي الاهلي تحدث مع محمود تريزيجيه بشكل ودي في شهر ديسمبر الماضي وكان بيفكر كمان يضم فيه فترة الانتقالات قالش تويل لو ما كانش عنده مانع وطبعا الناديه ما عندهش مانع وكان رد تريزيجيه له شكين شك اول لقاله هواري ده بالزبط انه اللاعب عايز يفضل موجود في الصورة في اوروبا انه يتحرك كمان من نادي ترابزون هو مش عايز يكمل مع نادي ترابزون طول الوقت وعايز ياخد خطوة زي ما كان عنده خطوة اسلون بلا بكده فياخد خطوة جبيلة تاني ففاكرة الانظار في اوروبا احسن ما تيبقى موجود كمان في النادي الاهلي في افراقيا مش اسم النادي الاهلي في افراقيا غير في اوروبا فدي وجهة نظر اولى عند محمود تريزيجيه الحاجة التانية اللي تريزيجيه ما تتكش عليها بس يشاور عليها ان السرر او الراتب بتاع تريزيجيه دلوقت في ترابزون هو راتب كبير جدا اكبر بكتير من اي راتب لاعب في النادي الاهلي بياخده في الوقت الحالي وبالتالي الراتب كمان كان يبقى فيه مشكلة بس لو كان تريزيجيه ما عندوش مانع من حيث المبدأ انه ايه كان ممكن يتفاوض طبعا في موضوع الامور الملادي مش عايز احسسكو يعني انه تريزيجيه رفض لامور ملاية بس الهدف الاساسي اللي قاله هواري دلوقتي انه اللاعب عايز يكمل في اوروبا واللي اكيد حسام زايد او نصح به انه اللاعب لازم يقوم موجود في اوروبا مرة او